بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الحادي عشر من الفصل الثالث لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة هنتكلم بالتفصيل عن ال IBC احنا خدناها للمحاضرة اللي فاتت مش كده ال IBC اللي هو Inter Process Communication وهنتكلم عن أمثلة عنه هنتكلم عن أمثلة نبدأ مع بعض نشوف أول جزء اللي هو Examples of IBC من بعض الأمثلة احنا كلنا متفقين في الجزء السابق إن مشاركة ال Process في العمل في التنفيذ ممكن تتميب طريق دينا فاكرينها مزبوط Shared Memory عن طريق l-A أي مشاركة فين في الزاكرة أو passing message to A to boards وإحنا كلنا اتفقنا على الكلام ده المحاضرة اللي فاتت وقلنا إن الاتصال يتم عن طريق l-A shared memory l-A boards في أمثلة الكلام ده أه في أمثلة يقول لك مثلا عساب المثال في BOSIX دوت International Standard of Operating Interface فين؟ في الويندوز وفي اليونيكس وبيقوم بالمهمة دي بالشيرينج للمموري معايا؟ إزاي؟ بيقول لك إن في بروسز بتعمل Create لشير ديمموري بتخصص جزء من الزاكرة لأنها شيرينج والتانية بتقبل الشيرينج دوت وبتاخد حيز الشيرينج ده عندها في التنفيذ يعني إيه؟ بقول لك بروسز Must first create a shared memory segment بس باستخدام أمر SHMGET وفي بروسز تانية بتقبل الشيرينج ده وإشتو أكسس آه بيبقى آه بيبقى عندها رغبة إنها تأكسس الجزء دوت من المموري تمام؟ وبس لازم الأول تستخدم أمر SHMET ده مثال في مثال تاني آه بقول لك في الماكناتوش بس إيه؟ UNIX based operating system يعني الماكناتوش اللي بيستخدم ال UNIX ده بيعمل إيه يا جماعة؟ دوت بيقدر يساب بورت الميسج بس عن طريق البورتز عن طريق مين؟ هه البورتز اللي هي مخارج ومداخل الجهاز جميل بس بتعمل حاجتين يا جماعة بتكرية جزئين Kernel port وإيه؟ ونوتوفيكيشن بورت دي أمثلة طبعا لل IPC اللي بيتم على مين؟ على الشير دي ميمري والبورتز طيب في حاجة كمان نعرضها؟ اه في حاجة كمان طيب بيقولك في مثال ال Windows XP message يعني إيه؟ يعني الرسالة المتبادلة بال Windows XP تمام؟ طمام الكلام ده بنسميها جماعة Local Procedure Core أو LPC طيب تعال نشوف مع بعض بيقولك علشان يتم تبادل رسائل في ال Windows XP ما بين بروسز والتانية لازم نصنف الرسائل في small messages يعني إيه؟ رسائل صغيرة وفيه رسائل طويلة large messages هل فيه اسلوبين للتعامل ما بين مين؟ ما بين البروسز وبعضها البعض في ال small messages وال large messages؟ اه فيه طب يتضح الكلام ده من الشكل اللي قدامنا ده جماعة بفرض على سبيل المثال ان فيه client بيبعت رسالة للسيرفر لابد نعرف الأول نحدد هل الرسالة اللي بيبعتها small ولا large لو small لها طريقة ولا رجل لها طريقة تانية اللي small لازم بقى في الحالة لو الرسالة كانت small اهي هكتب كده small معايا جماعة؟ اه يتم التنفيذ ازاي؟ بيقولك بنكون اتنين بورد client communication بورد وسيرفر communication بورد بنكون اه جماعة ايوه صح two بوردس البوردس دول بنسموهم private بوردس يعني ايه؟ مخارج خاصة معايا؟ طيب هي عبارة عن ايه؟ client و سيرفر البوردس دول بيتعاونوا مع بعضهم البعض بحيث يتم تبدل رسائل ما بين client و السيرفر عن طريقة two بوردس ديهت طيب وايه كمانا جماعة؟ بيقولك في حالة large messages او رسائل الكبيرة بنعمل ايه؟ بنعمل shared shared memory او shared partition بحيث shared section اهو جماعة بيكون اكبر من او يساوي 256 بيت بيكون من ال client بيكونه علشان بعد كده يحصل communication ما بين السيرفر وال client معا جماعة؟ عن طريق مين reading او writing للشيرد او الجزء المتشارك ما بين client و السيرفر في الممر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة